اشتركوا في القناة السؤال الأول ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها الجواب معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني ما الربك الجواب ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم السؤال الثالث ما معنى الرب الجواب المالك المعبود المتصرف وهو المستحق للعبادة السؤال الرابع بما عرفت ربك الجواب الجواب أعرفه بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين السؤال الخامس ما دينك؟ الجواب ديني الإسلام والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله وحده والدليل عليه قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ودليل آخر قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ودليل آخر قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا السؤال السادس على أي شيء بني هذا الدين الجواب بني على خمسة أركان أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا السؤال السابع ما هو الإيمان الجواب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله السؤال الثامن وما الإحسان الجواب هو أن تأبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل عليه قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون السؤال التاسع من نبيك الجواب نبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من كنانة وكنانة من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم وإسماعيل من نسل إبراهيم من ذرية نوح عليهم الصلاة والسلام السؤال العاشر وبأي شيء نبء وبأي شيء أرسل الجواب نبء بإقرأ وأرسل بالمدثر السؤال الحادي عشر وما هي مؤجزته الجواب هذا القرآن الذي عجزت جميع الخلائق أن يأتوا بصورة من مثله فلم يستطيعوا ذلك مع فصاحتهم وشدة حذاقتهم وعداوتهم له ولمن اتبعه والدليل قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وفي الآية الأخرى قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا السؤال الثاني عشر ما الدليل على أنه رسول الله الجواب قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ودليل آخر قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا السؤال الثالث عشر ما هو دليل نبوة محمد الجواب الدليل على النبوة قوله تعالى ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وهذه الآيات الدليل على أنه نبي وأنه خاتم الأنبياء السؤال الرابع عشر ما الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم الجواب عبادة الله وحده لا شريك له وأن لا يتخذوا مع الله إلها آخر ونهاهم عن عبادة المخلوقين من الملائكة والأنبياء والصالحين والحجر والشجر كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيعلم بذلك أن الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه ويوحدوه فأرسل الرسل إلى إباده يأمرونهم بذلك السؤال الخامس عشر ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية الجواب توحيد الربوبية فعل الرب مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات النبات وتدبير الأمور وتوحيد الإلهية فعل العبد مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة السؤال السادس عشر ما هي أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله الجواب من أنواعها الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الألوهية السؤال السابع عشر فما أجل أمر أمر الله به وأعظم نهي نهى الله عنه الجواب أجل أمر أمر الله به هو توحيده بالعبادة وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك به وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه ربا وإلها وأشرك غيره السؤال الثامن عشر ما المسائل الثلاث التي يجب تعلمها والعمل بها الجواب الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في إبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالات من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب السؤال التاسع عشر ما معنى الله الجواب معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين السؤال العشرون لأي شيء الله خلقك الجواب لعبادته السؤال الحادي والعشرون ما هي عبادته الجواب توحيده وطاعته السؤال الثاني والعشرون ما الدليل على ذلك الجواب قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون السؤال الثالث والعشرون ما هو أول ما فرض الله علينا الجواب قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالأروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم السؤال الرابع والعشرون ما هي العروة الوثقى الجواب لا إله إلا الله ومعنى لا إله نفي وإلا الله إثبات السؤال الخامس والعشرون ما هو النفي والإثبات هنا الجواب ناف جميع ما يُعبد من دون الله ومثبت العبادة لله وحده لا شريك له السؤال السادس والعشرون ما الدليل على ذلك الجواب قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذا دليل النفي ودليل الإثبات إلا الذي فطرني السؤال السابع والعشرون كم الطواغيت الجواب كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دع الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله السؤال الثامن والعشرون ما أفضل الأعمال بعد الشهادتين الجواب أفضلها الصلوات الخمس ولها شروط وأركان وواجبات فأعظم شروطها الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية وأركانها أربعة أشر القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على سبعة الأعضاء والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في هذه الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلسلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم وواجباتها ثمانية جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام سبحان ربي العظيم في الركوع سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد سبحان ربي الأعلى في السجود رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلسلة وما عدا هذا فسنن أقوال وأفعال السؤال التاسع والعشرون هل يبعث الله الخلق بعد الموت ويحاسبهم على أعمالهم خيرها وشرها ويدخل من أطاعه الجنة ومن كفر به وأشرك به غيره فهو في النار الجواب نعم والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وفي القرآن من الأدلة على هذا ما لا يحصى السؤال الثلاثون ما حكم من ذبح لغير الله من هذه الآية الجواب حكمه هو كافر مرتد لا تباح ذبيحته لأنه يجتمع فيه مانعان الأول أنها ذبيحة مرتد وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع الثاني أنه مما أهل لغير الله وقد حرم الله ذلك في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به السؤال الحادي والثلاثون ما هي أنواع الشرك الجواب أنواعه هي طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل الشرك العالم لأن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن من استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله وهذا من جهله بالشافئ والمشفوع عنده فإن الله تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن والشرك شركان شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر كشرك الرياء السؤال الثاني والثلاثون ما هي أنواع النفاق ومعنى الجواب النفاق نفاقان نفاق اعتقادي ونفاق عملي والنفاق الاعتقادي مذكور في القرآن في غير موضع أوجب لهم تعالى به الدرك الأسفل من النار والنفاق العملي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا أت من خان وكقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من خان قال بعض الأفاضل وهذا النفاق قد يجتمع مع أصل الإسلام ولكن إذا استحكم فقد ينسلخ صاحبه من الإسلام بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهى عن هذه الخلال فإذا كملت للعبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا السؤال الثالث والثلاثون ما المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام الجواب هي الإيمان السؤال الرابع والثلاثون كم شعب الإيمان الجواب هي بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان السؤال الخامس والثلاثون كم أركان الإيمان الجواب ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره السؤال السادس والثلاثون ما المرتبة الثالثة من مراتب دين الإسلام الجواب هي الإحسان وله ركن واحد هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك السؤال السابع والثلاثون هل الناس محاسبون ومجزيون بأعمالهم بعد البعث أم لا الجواب نعم محاسبون ومجزيون بأعمالهم بدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة السؤال الثامن والثلاثون ما حكم من كذب بالبعث الجواب حكمه أنه كافر بدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير السؤال التاسع والثلاثون هل بقيت أمة لم يبعث الله إليها رسولا يأمرها بإبادة الله وحده واجتناب الطاغوت الجواب لم تبق أمة إلا بعث إليها رسولا بدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت السؤال الأربعون ما هي أنواع التوحيد الجواب توحيد الربوبية هو الذي أقر به الكفار كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون توحيد الألوهية هو إخلاص الإبادة لله وحده من جميع الخلق لأن الإله في كلام العرب هو الذي يقصد للعبادة وكانوا يقولون إن الله هو إله الآلهة لكن يجعلون معه آلهة أخرى مثل الصالحين والملائكة وغيرهم يقولون إن الله يرضى هذا ويشفعون لنا عنده توحيد الصفات فلا يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات لكن الكفار أعقل ممن أنكر الصفات سؤال الحادي والأربعون ما الذي يجب علي إذا أمرني الله بأمر الجواب وجب عليك سبع مراتب الأولى العلم به الثانية محبة الثالثة العزم على الفعل الرابعة العمل الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا السادسة التحذير من فعل ما يحبطه السابعة الثبات عليه السؤال الثاني والأربعون إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك هل تنطبق هذه المراتب عليه الجواب المرتبة الأولى أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل ولكن أعرض عنه ولم يسأل وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كره فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغض وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله المرتبة الثالثة العزم على الفعل وكثير من الناس عرف الواجب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه المرتبة الرابعة العمل وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل المرتبة الخامسة أن كثيرا ممن عمل لا يقع خالصا فإن وقع خالصا لم يقع صوابا المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط العمل لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وهذا من أقل الأشياء في زماننا المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة وهذا أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون السؤال الثالث والأربعون ما معنى الكفر وأنواعه الجواب الكفر كفران أولا كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع الأول كفر التكذيب قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون الثاني كفر الاستكبار والإباء مع التصديق قال تعالى وإذ خلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين الثالث كفر الشك وهو كفر الظن قال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا إلى قوله تعالى ثم سواك رجلا الرابع كفر الإعراض والدليل عليه قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون ثانيا كفر أصغر لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة والدليل عليه قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقوله إن الإنسان لظلوم كفار السؤال الرابع والأربعون ما هو الشرك وما أنواع الشرك الجواب اعلم أن التوحيد ضد الشرك والشرك ثلاثة أنواع شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي النوع الأول الشرك الأكبر وهو أربعة أنواع الأول شرك الدعوة قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والثاني شرك النية والإرادة والقصد قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الثالث شرك الطاعة قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الرابئ شرك المحبة قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب النوع الثاني شرك أصغر وهو الرياء قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه أحدا النوع الثالث شرك خفي ودليله قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل السؤال الخامس والأربعون ما الفرق بين القضاء والقدر الجواب القدر في الأصل مصدر قدر ثم استعمل في التقدير الذي هو التفصيل والتمييز واستعمل أيضا بعد الغلبة في تقدير الله للكائنات قبل حدوثها وأما القضاء فقد استعمل في الحكم الكوني بجريان الأقدار وما كتب في الكتب الأولى وقد يطلق هذا على القدر الذي هو التفصيل والتمييز ويطلق القدر أيضا على القضاء الذي هو الحكم الكوني بوقوع المقدرات ويطلق القضاء على الحكم الديني الشرعي قال الله تعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويطلق القضاء على الفراغ والتمام كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة ويطلق على نفس الفعل قال تعالى فاقض ما أنت قاض ويطلق على الإعلان والتقدم بالخبر قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ويطلق على وجود العذاب قال تعالى وقضي الأمر ويطلق على التمكين من الشيء وتمامه كقوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ويطلق على الفصل والحكم كقوله وقضي بينهم بالحق ويطلق على الخلق كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات ويطلق على الحتم كقوله تعالى وكان أمرا مقضيا ويطلق على الأمر الديني كقوله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ويطلق على إلزام الخصمين بالحكم ويطلق بمعنى الأداء كقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم والقضاء في الكل مصدر واقتضى الأمر الوجوب دل عليه والاقتضاء هو العلم بكيفية نظم الصيغة وقولهم لا أقضي منه العجب قال الأصمعي يبقى ولا ينقضي السؤال السادس والأربعون هل القدر في الخير والشر على الأموم جميعا من الله أم لا الجواب القدر في الخير والشر على الأموم فعن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد فقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها في الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة فقال رجل أفلا نتكل على كتابنا وندأ العمل فقال من كان من أهل السعادة فسيسر إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر إلى عمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للأسرى وفي الحديث اعملوا فكل ميسر أما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى السؤال السابع والأربعون ما معنى لا إله إلا الله الجواب معناها لا معبود بحق إلا الله والدليل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله السؤال الثامن والأربعون ما هو التوحيد الذي فرضه الله على عباده قبل الصلاة والصوم الجواب هو توحيد العبادة فلا تدعو إلا الله وحده لا شريك له لا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا السؤال التاسع والأربعون أيهما أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر وما هو حد الصبر وحد الشكر الجواب أما مسألة الغنى والفقر فالصابر والشاكر كل منهما من أفضل المؤمنين وأفضلهما أتقاهما كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأما حد الصبر وحد الشكر المشهور بين العلماء أن الصبر عدم الجزاء والشكر أن تطيع الله بنعمته التي أعطاك السؤال الخمسون ما الذي توصيني به الجواب الذي أوصيك به وأحضك عليه التفقه في التوحيد ومطالعة كتب التوحيد فإنها تبين لك حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسولا وحقيقة الشرك الذي حرمه الله ورسوله وأخبر أنه لا يغفره وأن الجنة على فائله حرام وأن من فعله حبط أمله والشأن كل الشأن في معرفة حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسولا وبه يكون الرجل مسلما مفارقا للشرك وأهله أكتب لي كلاما ينفعني الله به أول ما أوصيك به الالتفات إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى فإنه جاء من عند الله بكل ما يحتاج إليه الناس فلم يترك شيئا يقربهم إلى الله وإلى جنته إلا أمرهم به ولا شيئا يبعدهم من الله ويقربهم إلى عذابه إلا نهاهم وحذرهم عنه فأقام الله الحجة على خلقه إلى يوم القيامة فليس لأحد حجة على الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فيه وفي إخوانه من المرسلين إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله تعالى لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما فأعظم ما جاء به من عند الله وأول ما أمر الناس به توحيد الله بإبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له وحده كما قال عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر ومعنى قوله وربك فكبر أي عظم ربك بالتوحيد وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وهذا قبل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرهن من شعائر الإسلام ومعنى قم فأنذر أي أنذر عن الشرك في إبادة الله وحده لا شريك له وهذا قبل الإنذار عن الزنا والسرقة والربا وظلم الناس وغير ذلك من الذنوب الكبار وهذا الأصل هو أعظم أصول الدين وأفردها ولأجله خلق الله الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولأجله أرسل الله الرسول وأنزل الكتب كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولأجله تفرق الناس بين مسلم وكافر فمن وافى الله يوم القيامة وهو موحد لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن وافاه بالشرك دخل النار وإن كان من أعبد الناس وهذا معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي يدعى ويرجى لجلب الخير ودفع الشر ويخاف منه ويتوكل عليه